السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال واتم صحة ومع ان الجولة التالتة كانت بهتة زي كده طبعا اللي عدت شرت ده وانت بعد جولة تانية تخز وقت فيها وجولة تالتة تخز وقت فيها برضو بتقول خلاص يا معلم جاي ولازم افعل ويلد كارد وانا بقول لك استنى هنتكلم عن الموضوع ده وحنتكلم عن اهم اللعيبة اللي انت ممكن تجيبهم للجولة الرابعة واللي ممكن يخلوك تأدي جولة زي الجولة الاولى كده كويسة اللي اتأديتها في الاول فهلا بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بضران مجنوني نايتد وتعال نتكلم عن الجولة الرابعة فانتزيا من باب اللي بيشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته فتعال اكلمك عن بلوتي يا انا الاول انا جبت 43 نقطة يا معلم ما وصلتش حتى للأفرج اقلب نقطة وان كنت في الجولة التانية قلت لك يعني اهو عدت الأفرج ب12 نقطة مفاداش اي كويس دلوقتي انا ما جبتش الأفرج وطبعا اخترت كابتنة غير هلند وهي ما فرقتش قوي عن هلند اخترت الكابتن تشيلول وقلت يعني ادصاد لوت انتون حيعمل لي اللي ما اتعملش والولد جي قدام الجون وقال لك لا يا معلم اشوت ايه معاني الجون قدام مفتوح يا ابني دي بست نقاط وكده 12 وكانت تعشت ساعتها 24 نقطة بالكابتنة لكن لا اباصيها ليه طبعا ستيرلينج وكمان بقص غلط ففي الاخر تلاقي ان الكورة راحت لمدافع لوت انتون وطبعا عمتا يعني لما تيجي تبص على الفرقة تلاقي ان عندك مثلا حجه ان انا اللي واقف لي جون ما جابش اي نقطة عشان الولد دخل فيه جونين في اول عربة دقايق في الدحك اللي كان بيمارسوا منشستر ونويتد وخد له انظار كمان تضيع وقت على الناحية التانية بقى تيرنر جايب 3 نقاط يا معلم بسبب التصديات اللي بيتصدها ولو جيت بصيت على الفرقة هتلاقي مفيش اي حد جايب لي نقاط الا هما يعني ممكن تقول ساكا راشفورد شيلويل هالند من بعيد كده واتكنز دولة يعني اللي هما انجايبين اربعة وخمسة وستة ده اللي بتكلموا فيه يعني من نقاط ودول اللي يعتبروا جابوا نقاط اما الباقي كله يا معلم بلنك وساعتها قلت زيك انا هفعل ويلد كارد والفرقة دي تتمسح وجيب فرقة جديدة بقى يقدروا ان هما يجبوا لي نقاط احب اقولك ان انا بعد التفكير قلت لا ليه اعمل ويلد كارد لان انا حزن نفسي اولا ان انا الجولة خلاص اهي يع دخلين عليها فحزن نفسي في الاختيارات وفي التفكير مش حقود دلوقت الكافي ان انا افكر ودخلين علي توقف دولي في لعيبة هتعود من الاصابة في لعيبة ممكن تتصاب فيه وتلاقي في الاخر الويلد كارد انت البستها يا معلم لو لعيبة تصابت في التوقف الدولي فتلاقي نفسك محتاج ويلد كارد تاني عشان تصلح الويلد كارد الاولان فانا بقول لك كده اصبر وخليك مستني التوقف الدولي حيبق معك وقت كبير تفكر براحتك تشوف مين رجع من الاصابة مين اتصاب مين حصل ايه مين راح فين ويبقى حتى المركات وكمان خلص معك فعرفنا راسنا من رجلنا والفرق اكتملت فبالتالي تعمل ويلد كارد على انضافة فروحت الخيار التاني وان انا اعمل سالب اعمل سالب بان انا رحت جبت بوين وجبت استيرلينج يا معلم مكان مارتينيلي ومكان ميتوما استيرلينج ومعروف ان هو ماسك فورما حاليا وهو احسن لعب بالنسبة لفريق تشيلسي اما بوين فانا جايبه عشان هيلعبه قصاد لو تنتاون وهو لو تنتاون دايما بيستقبل من ناحية الشمال بتاعته او الناحية اليمين بتاعته الخصف لعب كتير وبوين اللي بيلعب على هذا المكان فهو ممكن حتة حنيكة يعني ان هو يطلع لنا باي حاجة ويقدر يجيب لنا نقاط وعلى فكرة انا مكابتنه يعني عشان نبقى واضحين من البداية فده اللي انا عملته وتعالا بقى نتكلم مع بعض على النصائح ويه اللي احنا ممكن نعمله بالنسبة للجولة الرابعة عشان نقدر نجيب عدد نقاط كبير اول نصيحة معنا ما تعملش الوالد كارد وقلنا عشان ان انت حاليا ما عندكش الوقت الكافي الا لو فرقتك بقى كلها مكسحين وكلها اصحاب مستشفى يعني كلهم مصابين ومعرفش ايه ولعيبة كلهم عندك من لوتن وشيفلد وبرلي وانت عايز تغير مش قادر تكمل فانت حتبقى مضطر ان انت تعمل الوالد كارد لكن غير كده لعبتك بتلعب حتى لو ما بتجيبش نقاط يا معلم بدل بسالب اربعة ممكن ما تبدلش حتى بالسالب عادي ولكن كمل بيهم واعمل الوالد كارد في وقت اكبر اللي هو وقت التوقف الدولي عندك ان انت تفكر براحتك ما تبقاش متصربع وايضا تعرف مين اللي جاي مين اللي رايح مين اللي ماشي مين اللي قاعد مين اللي تصاب مين اللي رجع من اصابة وكل ده يبقى معاك وبتعمل الوالد كارد على نظافك تال نصيحة معنا فيه ثلاث فرق لازم تروح تجيب منهم لو انت ما عندكش حد منهم لو انت عندك حد منهم ممكن تضبل منهم كمان الفرق دي جدولها سهلة اول فرقة معانا هي فريق تشيلسي طب اروح اجيب مين من عند تشيلسي يا معلم تشيلول وستيرلينج اول اسمين لازم تروح تفكر فيهم تجيبهم ويا ريت لو يكونوا معاك اللي اتنين بعدهم يجي جاكسون المهاجم ويجي اسمين اقل من ثلاثة دول ممكن ان انت تفكر فيهم انزو فرناندز وايضا الحارس سانشيز طيب ونيجي نتكلم الجدولة سهلة فتشيلول ممكن يطلع بالكلين شيت وده شيء كويس استيرلينج احسن لعب بالنسبة لفريق تشيلسي وهو اللي قادر يسد مكانه كونكو وحيلعب معانا تنجهان فورست في المباراة اللي جاية اللي بيستقبله لعب من ناحية الشمال او الناحية اليمين بتاعت الخصف بشكل كبير جدا جاكسون حطى هدفه ابتدى يقول وغالبا كده اتوقع الولد حيمسك فورما ويقدر انه هو يعملك حاجات اكتر في المباراة اللي جاية انزو فرناندس بوجود كايسيدو هو تقدم له قدام فبالتالي بقى اخطر وفي مباراة لوتن كان له فرصتين يقدر يجيب منهم اهداف واحدة جاد في العرضة والتانية قدر انه هو يصدها الجون من تحت العرضة اما اخر حاجة طبعا الحارس سانشز لو انت عايز حراس وممكن تستخدم الخيارات دي للويلد كارد حارس قليل باربعة ونص بيلعب اساسي مع فريق تشيلسي في الجدولة السهلة اللي قدامك ما تستناش منه الا انه هو يجيب لك الكيلين شيت وبس يا مان طيب تاني فرقة معانا نروح نجيب منها وبرضو هاختار منها اربع اسماء فريق توتنهام اول اتنين انت تروح تفكر فيهم هما ماديسون اللي مبني عليه فريق توتنهام ككل ولا اي خطورة هتلاقي ان هو الراجل ده المتسبب الاول فيها تاني حاجة اوديجي اوديجي من دفاع فريق توتنهام الوقت باربعة ونص ويمكن غلي دلوقتي باربعة وستة من عشرة واربعة سبعة من عشرة تمام وهو بيقدر يقدي اداءات كويسة جدا ويزيد مع صن في الناحية الشمال بالنسبة اللي تتنهام اسمين اقل من دول تروح تفكر فيهم لو يعني انت الدنيا محتاج او حاجة روميرو من الدفاع وفكاريو اللي هو الحارس بتاعهم وده بسبب الجدولة السهلة انه هما ممكن يطلعولك بكلين شيت وروميرو ممكن يطلعلك بهدف ولا حاجة من الكرات السابتة اللي هما بيلعبوه ثالث فريق معنا هو برينت فورد برضو جدولة سهلة فبالتالي انت عندك مبويمو الراجل اللي معاه ضربات الجزاء وعندك ايضا ويسا وهنري اللي هما مسكين من ناحية الشمال بالنسبة لبرونت فورد وعملين ناحية اقوى بالنسبة لبرونت فورد فانت ممكن تروح تفكر ان انت تجيب اي حد من الثلاث فرق اللي احنا تكلمنا عليهم دول طيب ثالث نصيحة معايا ممكن تروح تجيب من واستهام اللي هيلعبه فريق لو تنتونه فبالتالي انت تاخد النقاط ودولة ديفرينشل خطير جدا طيب افكر بمين هناك اول واحد وورد براوز يا معلمي ثاني واحد بوين ثالث واحد انتوديو هقولك ليه بالنسبة لورد براوز فعشان الفاولات واللي متوقع في المباراة دي يكون في فاولات كتير حوالين التمنقاشر يا اما يحطها لك في المرمى يا اما يرفعها ويكون الاسست منه واحنا عارفين فاولات وورد براوز الناحية اليمين اللي هي بتاعت الخصم اللي بيلعب لوتن دايما بتكون هي الناحية اللي بيستقبل منها لوتن كرات كتير وبيتم اختراقها وده الناحية اللي بيلعب فيها بون لو انت حس ان الدنيا مقفلة او المهاجم اللي عندك مش نافع معك فانت ممكن تروح تجيب انتونيو على اساس ياخد له اي حاجة في العرضيات اللي بتلعب لكن خلي بالك وانت بتجيب لعبي واستهام ان الجدول بتاعهم بعد اللوتن صعب فانت ممكن تجيب اللعبة دي وعلى اساس ان انت زي ما انا هعمل مثلا هغيرهم في الويلد كارد او ممكن ان انت تكون تحطه بديل وتستنى لمباريات تانية لما تيجي سهلة انزله ولو انت هتختاره كبديل فانا ارشح لك وورد براوز لان سعره رخيص بستة مليون اقل واحد فيهم مع الفاولات وممكن حتى اصاد اي فريق كبير ياخد له فاول لو انت حس ان هم هيجي لهم فاولات حوالي 18 يقدر يحط له كورة من الكورات هدف من خلال الفاول نيجي الفريق تاني ونتكلم عليه واللي هو ايه بص الراجل كده عمل لنا قال له في دماغنا على الرغم ان هو بيعمل عملية وربنا يشفيه وهو فريق من سيتي وجورديول لو انا عايز اجيب من سيتي يا معلم وعندي هالند وعايز اجيب حد تاني لان هم الجدول بتاعتهم سهلة اجيب مين طيب من عندهم زي ما انت قلت كده هالند اللي هو في مقدمة الملعب فانت لازم تروح تختار حد من مؤخرة الملعب واخر لاعب في الملعب يا معلم مين ايدرسون هم اللي اتنين دول ما بيتبدلوش اه ممكن يلفق له هدف زي الهدف اللي حصل طبعا مع فريق شيفلد واللي جاي فيهم ولكن المتوقع ان هم مقصاد الفرق الصغيرة دي يقدروا يطلعوا بالكلين شيت طيب لو انا عايز اجيب لعب تاني اقولك احنا جبنا من اخر الملعب ومن اول الملعب نجيب حده من النص وهو رودري ليه رودري اقولك ليه رودري لان لو جيت بصيت كده من بعد جندجان ما مشي مين اكتر واحد بيقدي الادوار بتاعت جندجان او مقربة او مشابهة لادوار جندجان في الملعب مهما كانت الاسماء اللي موجودة هتلاقيه رودري ومع تواجد طبعا كوفا جنب منه ده بيخلي ان هو يزيد له قدام وبيخلي ان كوفا زيتش بيقدر يقدي ادوار دفاعية فبالتالي رودري بيزيد له قدام التزديدات بقى مع رودري تلاقي العب هواقية تلاقي فهو قادر ان هو يكون متواجد على الضربات السابتة في ان هو يكون بلعب العب هواقية كويس او التزديدات القوية بتاعته لكن رودري مش كل مباراة هيجيب لك نقاط بس هو اللاعب اللي مضمون من السيتي اكتر من اللي حواليه اكتر من فودن ودوكو اللي جالهم لسه جديد وجريلتش وكل اللاعب اللي في النص ممكن تلاقيهم بيتبدله فهو المضمون طيب لعب رابع برضو لو انت عايز تاخد فيه الرزق من دفاع فريق السيتي هو كفارديول واضح ان هو هيستمر اساسي لمدة فبالتالي يا معلم ممكن تجيبه لكن ما تستناش منه اي حاجة غير كلينشيت فقط لا غير طيب خلينا نعمل مقارنتين كمان عال سريع كده ما بين بعض اللاعبه اول مقارنة معنا هتكون ما بين برونو وراشفورد اجيب مين فيهم ومشي مين فيهم هقولك لو انت معاك اللي اتنين مشي راشفورد واسيب برونو على الرغم من ان راشفورد يعني بيشتغل قصاد الارسنل وبيجيب اهداف قصاصهم في المباراة بتاعتهم ولكن انا شايف ان برونو هيكون افيد اولا ارخص في السعر الولد بيقدر ان هو يعمل طبعا صناعة لعب اكتر من راشفورد وبيتواجد في منطقة الجهازات كمان اكتر من راشفورد وهو حاليا اول لعب يوصل الى صناعة عشر فرص بس منشيستر رونايتد هما اللي بيضيعه فاي خطورة هتلاقي ماتمنها برونو فرناندز لما بيلعب في مركز عشرة وخصوصا ان انت راشفورد حتى الان لقيين ان الدنيا مش ماشي اه عمل مساهمتين اصاد فريق نوتنجهام فورست ولكن لسه منشيستر رونايتد ما تزبطش بالدرجة اللي هي خصوصا في التلت الهجومي عشان تقدر تقول اني راشفورد هو اللي اجيبه فبرونو ارخص برونو افضل في نظري فلو انت بقارن ما بين الاتنين هتبرونو لكن لو انا عندي راشفورد زي حالاتي مثلا ما ترجح اتبيع راشفورد وتجيب برونو مش مستهلة ده تخليك مع راشفورد واستنى لحد بعد التوقف الدولة يشوفه هيعمل ليه وبعد كده اقرر يعني اكيد عندك اماكن تانية تبدل فيها افضل من المكان ده المقارنة التانية هتكون ما بين واتكنس وديابي اجيب من فيهم على الرغم من انا عندي واتكنس لكن هقولك روح هات ديابي تقول لي ليه طيب هات ديابي عشان ارخص برضو ولا عشان ايه اقولك لا عشان الاتنين انا شايفهم بيقدوا نفس الدور بس في اختلافات بالنسبة للملعب الاتنين تعتبرهم مهاجمين بالنسبة لفريق استون فيلا بس انت بتاخد نقاط اكتر من ديابي طبعا وهو بالتأكيد ارخص من واتكنس داني حاجة ان واتكنس دايما بتحس ان هو بيلعب في مكان اعلى من ديابي في ارضية الملعب فبالتالي ان مجيء ديابي من تحت لقدام ده بيخليه اخطر وبيخليه كشف الملعب بشكل اكبر ومفيش رقابة عليه وخصوصا ان واتكنس هو المهاجم فبيبقى هو اللي اخذ كل الرقابة بتاعت المدافعين وهو اللي عين المدافع معه اكتر من ديابي اللي بيقدر يصنع ويسجل وحاليا كل مباراة بيقدر يعمل فيها حتى مباراة ايفرتون اللي طلع بلانك الولد كان له كورتين منهم واحدة يعني ما عرفش بيتفورد هوب رح صددها والعرضة تعاطفت معاه وكملتها وطلعتها برا ولكن كان يقدر ان هو حتى في المباراة دي يسجل وهو حتى الان احنا شايفينه في كل مباراة بيقدر ان هو يسجل فديابي بالنسبة لي افضل من طبعا واتكنز ونيجي نتكلم على نقطة وهو ماتي كاش اللي قدر يجيب اعلى معدل نقطي بالنسبة لاستون فيلا في المباراة اللي فاتت وهو احرز هدف اين هل اروح اجيبه اقولك هو باربعة ونص ولا باربعة وستة من عشرة فهو سعره في المرتخص فانت ممكن تجيبه بس ماتشاط اللي هي حيلعب فيها قناي امري بسلاسي خلفي وتلاقي ان بايلي برا ارضية الملعب ليه لان ساعتها كاش بيلعب كظاهير جناح وبيبقى قريب من الملعب وبيلعب في ناحية ديابية اتنين سرعات فبيعرفوا ان هم يخلصوا الجهة دي وبيقدر ان هو يخش داخل منطقة الجزاء ويشكل خطورة لكن حتى لو لعب في رباعي خلفي والايد بايلي قدامه فبتبقى الجهة دي فيها ناس كتير مسدودة فبتلاقي مش هو اللي بيبقى منوت بالادوار الهجومية بتلاقي النبيلي وديابي هم اللي بيقدروا يقوموا بالدور الهجومي ده وكاش بيتقدم اه بس ما بيخشش داخل منطقة الجزاء ممكن تطلع منه بحاجة اه لكن في السلاسي الخلفي هيبقى فرصته افضل واكبر فبالتالي ده لو انت عايز تروح تجيب ماتي كاش طب يا معلم انت شغل تقول لي هات 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 تعالى يا معلم واقولك هات بيع مين كده في السريع اولا من ارسنال عندك جابريال ده على اقول استمارة ستة يا معلم مارتنيلي ايضا ممكن تبيعه وان كنت يعني شايف ان مارتنيلي وساكا لو عايز تفرط في اي واحد فيهم فرط الاتنين بسبب الخطة اللي بيستخدمها ارتيتا اللي اتنين بعاد عن المرمى ما بيقدروش انه هما يدولك اللي انت متوقعوا منهم لكن ساكا معها ضربات الجزاء فممكن يطلع بحاجة تاني حاجة ساكا من نوعية الناس اللي بتحب تسدد من خارج منطية الجزاء فالهي القطمة والتسديدة دي هتلاقي ان بتتفتح معا كتير ان هو يعملها لكن مارتنيلي بيحب يخش داخل منطية الجزاء فبالتالي من على الخط في خطورة بالنسبة له قليلة وخصوصا اللعبة كمان بتقفل عشان هو ما يقدرش يخش فاخطرته على المرمى انا شايفها اقل من ساكا فانت ضحي بمارتنيلي وجابرييل لو عايز تضحي من فريق الارسنال من فريق مانشستر يونايتد بص كل الدفاع طيره بلا استثناء حتى بالحارس اونانا يعني اللي لابس اونانا زي انا مثلا عشان مش قادر ان هو يغير فبالتالي لا خلاص خليه معاك للجولة الجاية لكن لو تيجي تبص الدفاع في مشاكل الدفاع في اصابات شو وفران مصابين مش هيلعبه مبارات طبعا شو مصاب لمدة شهرين قدام فران ممكن كمان ياخد التوقف الدولي وبعد التوقف الدولي لسه مش معروفة لصابته لحد امتى بس مش هيلعب مبارات طبعا الارسنال فبالتالي ما تاخدش حد من دفاع منشستر يونايتد تسيب يا معلم مين بيرلي لوتن شيفلد اللعيبة بتاعتهم تسيبهم تقول لي اعم انا جايب لعيبة باربعة مليون اللي هو يكملوا لي التشكيلة اقاسبهم ازاي اقاسبهم لان انت محتاج بعد التوقف الدولي اني الدكة بتاعتك بتلعب تقول لي ليه محتاج الدكة بتاعتي بتلعب اقول لك يا معلم وبتجيب نقاط كمان يعني مش بتلعبوا بس زي بتعود بيرلي لأ وبتجيب نقاط ليه يا معلم لان انت عندك تمن فرق هيتعمل لهم قرعة بتاعت المباطشات الاوروبية والبطولات الاوروبية حيبتدوا يلعبوا من بعد توقف الدولي فهيبقى عندهم روتشن كتير فانت لازم يبقى عندك لعيبة بتحمي نفسك بها من الفرق دي فرق هية السيتي وانشستر يونيتد والارسنل واني يكاسل في دورة ابطال اوروبا والرباع الاهم اللي انت هتلاقي عندك لعيبة منه واللي هو حيلعب يوم الخميس فالتالي تلاقي بيلعب يوم الخميس وبعد كده يجي يلعب يوم الحد فلازم يبقى عنده روتشن اللي هما ليفربول وايضا طبعا بريتون استون فيلا واستهام دول اربع فرق هيلعبوا يوم الخميس فانت عشان كده بقولك ماشي لعبة بيرلي وشيفل ولوتن وهات بقى لعيبة ودكة بتلعب عشان لو عندك اي حد من الفرق دي وطبعا الفرق اللي قلنا انت لازم تجيب منهم دول ما بلعبوش دورة في النصائح ما بلعبوش اي بطولات اوروبية فهم ممكن يبقوا ايه البدائل لو انت عندك حد من الناس دي بتلعب بطولات اوروبية من تاني انا ما جيبش منه اقولك تروح تبيع لعبي كريستال بلاس ده لو انت معاك او ما تجيبش منهم ولعبي فولهم لو انت معاك او ما تجيبش منهم يا معلم دول كلهم تبيع بلا استثناء زي ما قلنا ما تستناش عليهم اكتر من كده وانا عن نفسي في الويلد كارد حطير لعبي شيفلد ولوتن وبرلي اللي موجودين عندي نوصل بقى الاخر فقرة معانا وهي الكابتنة ان كابتن مين الكابتن المضمون بالنسبالي فاحنا حنتكلم في مين اول حاجة هالند طبعا ده لو انت عايزه اصاد فولهم على الرغم ان انا شايف ان هو في المقشين اللي فاته ما اجابش حاجة لكن اعتقد اصاد فولهم غالبا حيطلع بحاجة وخصوصا ان فولهم دفاعهم ساي جدا فممكن ان هو يعملك اي حاجة بس انا مش هكابتن هالند برضو يعني احنا كدنا الموسم اللي فات ماشيين وكله كابتن هالند مفيش اي حاج غير هالند الموسم ده حنمشي مات كابتنش هالند على الرغم ان احنا بنقوله دايما في الكابتنة المضمونة ده وانت عايز حدي يجيب لك نقاط اعلى وانا حصلت معي يعني المقشين اللي فاته واتكنز وتشيلوا التنين جايبين في الكابتنة سواء التانية او التالتة اعلى من هالند طيب تاني كابتن معانا ممكن نتكلم عليه في الكابتنة المضمونة انا شايف ان ستيرلينج اصاد نوتنج هامفورست ممكن يكون كابت كابتنة مضمونة خصوصا انهم بيستقبلوا لعب من ناحيته وهو خطير جدا وماسك فورمو نيجي طيب لكابتنة الريسكي اه كابتن مين كابتنة ريسكي يا معال اول واحد معانا مادسون اصاد بيرلي انا شايفها ريسكي لان بيرلي شايفه افضل من الفرقتين اللي لعبهم قبل كده توتن هامف فبالتالي يعني شايفها ريسكي شوية اه ممكن تاخد كابتنة التانية عندك ورد براوز وبون تختارهم اصاد لوتن تون ممكن ما يطلعوش باي حاجة في النهاية وتلاقي لوتن تون على ارضية ميدانه في اول مباراة هو راصص الدفاع وراء بالجماهير باللعيبة بكله ففريق واستهم ما يطلعش باي حاجة فدول برضو في الكابتنة الريسكي تال الكابتنة الريسكي معانا هي امبويمو اصاد فريق بورنوموس في النهاية ده كان كل اللي عندي عن الجولة الرابعة من فانتازي البريمير ليج واللي نتمنى تكون افضل من الجولة التالتة ومن الجولة التانية واتمنى ان انا اكون في افتك ولو بمعلومة بسيطة تخليك تقدر تجيب عدد نقاط اكبر واتمنى برضو ان يكون الفيديو ده عجبكم لو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم باتم حال واتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته